بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستهديه و الصلاة و السلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه و على آله و أصحابه و تابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا و اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي و سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم و تحياته و رحماته و بركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق و نبدأ بفقرة أسماء الله الحسنى و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أسماء الله الحسنى التي نعيش معها اليوم اسم الله الهادي الله هو الهادي يقول جل وعلا في القرآن الكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء و هو أعلم بالمهتدين الله سبحانه وتعالى هو الهادي و الهادي على وزن فاعل الهداية معناها الهداية بلطف على ما يوصل إلى المطلوب يعني لو واحد ماشي في طريق و ضال للطريق أنت بتهديه للطريق الصحيح الله جل وعلا يهدي عباده إلى الطريق القويم شوف في القرآن يقول لك إيه ألم نجعل له عينين و لسانا و شفتين و هديناه النجدين طريق الخير و طريق الشر طريق الخير هيودك للجنة و طريق الشر هيودك للنار أنت تميز بعقلك ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي لذلك احنا في الصلاة في كل صلاة و في كل فتح نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم و ربنا يقول للنبي في القرآن صلى الله عليه و سلم و الذي قدر فهدى سبحانه و يقول سيدنا رسول الله ممتنا عليه ألم يجدك يتيما فآوى و وجدك ضالا فهدى و النبي صلى الله عليه و سلم يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم الهداية نوعين هداية عامة و هي هداية الفطرة يهدي الله بها جميع خلقه نجد الطفل يهديه الله لثدي أمي فيلتقم الثدي بعد الولاية هداية خاصة تقول لأولياء و المقربين ربنا يهديهم إلى الطريق القويم و إلى طريق الحق المستقيم بعض العلماء آلوا الهداية لها أنواع ثلاثة هداية توفيق زي قول الله جل وعلا إنك لتهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء و هو أعلم بالمهتدين و هداية إرشاد زي قول الله سبحانه و تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم و هداية التفاف و تجمع زي بيت الله الحرام يقول جل وعلا إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا و هدا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم و من دخله كان أمنا اسم الله الهادي ورد في القرآن الكريم صراحة في تلت مواضع يقول جل وعلا و إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صورة الحج و يقول جل وعلا في صورة الفرقان و كفى بربك هاديا و نصيرا و يقول جل وعلا في صورة الأعراف من يضلل الله فلا هادي له و يذرهم في طغيانهم يعمهون و ورد في آيات أخرى لم يأتي فيها صراحة جاء بأفعال أخرى يقول جل وعلا ليس عليك هداهم و لكن الله يهدي من يشاء يقول جل وعلا و لو شئنا لآتينا كل نفس هداها يقول جل وعلا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا يقول جل وعلا و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يقول جل وعلا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدور حول معنى الهداية لكن الهادي الحقيقي لجميع الخلائق هو الله سبحانه وتعالى إذا أخذ بيديك إلى طريق الهدى و الرشاد فقد هداك إلى طريقه القويم سر ربك أن يتجلى عليك بأنوار و أسرار اسمه الهادي فمن يهدي الله فلا مضل له ربنا يهدينا جميعا إلى ما فيه الخير والرشاد اللهم أمين هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر